وخلينا ننتقل بقى للحديث عن أخبار النادي الأهلي أول خبر عندنا النهاردة هو موسيماني بيعلن قائمة الفريق لقاء أسوان غدا علي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بنون وحسين الشحات وقاليو ديانج وعمر السلية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وولتر بوليا وجونيور أجيه وحمدي فتحي طبعا القائمة شهدت عودة حمدي فتحي لعب الوسط بعد غيابه عن مواجهة الانتاج الحربي بسبب حفل زفافه فيما تم استبعاد محمد هاني للإقاف طبعا كل التحية والتقدير لحمدي فتحي حمدي فتحي واحد من اللاعبين المقتلين ده اللي أنا قلت لحضراتكم إن سياسة اللاعب النادي الأهلي الدماغ بتاعة لعيب النادي الأهلي مختلفة عن أي حد تاني يعني أنا سمعت ميده مبارع هو بيتكلم عن موضوع حمدي فتحي إن هو نزل التمرين قال لك يعني أنا لو مدير فني أو قال لي انزل التمرين ما كنتش هسمع كلامه كنت حضرابه ولكن عقلية النادي الأهلي مختلفة عقلية النادي الأهلي دايما زي ما حضراتكم شفتوا حمدي فتحي عمل إيه؟ جوز بالليل تاني يوم الصبح كان موجود في التمرين حيحتفل إمتى أو حيتجوز إمتى مع هيا مراته موجودة حيتجوز معها خلال الفترة اللي جاية لأنه حمدي فتحي وسياسة مختلفة بالحقيقة بالنسبة للاعب النادي الأهلي فإحنا الحقيقة كل التحية والتقدير لحمدي فتحي وإن شاء الله نشوفه في المباريات القادمة يؤدي بشكل رائع كابتن سيد عبد الحفيز بيطمئن على سوداسي الأهلي في المنتخب الأولمبي بعد التأهل لدور الثمانية كابتن سيد عبد الحفيز كلم محمد الشيناوي بما أنه كابتن الفريق وتطمن منه على الخماسي اللي موجودين مع كابتن محمد الشيناوي والحقيقة هنية وباريكله وقال له ألف مبروك على التأهل وعايزينكم تكمله كمان مفيش مشكلة عايزينكم تكمله وربنا يكرمكم إن شاء الله لأنه في الآخر حضرتك بتلعب باسم مصر وإحنا كلنا في ظهركه خلال الفترة القادمة طبعا زي ما حضرتكم عارفين محمد الشيناوي أكرم توفيق صلاح محسن طاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكم ده سوداسي المنتخبنا الأولمبي طيب أيضا تفاصيل اجتماع كابتن سيد عبد الحفيز مع لعاب الفريق قبل انطلاق التدريب والمرانك كابتن سيد عبد الحفيز بيؤكد على أهمية المباراة القادمة كابتن سيد عبد الحفيز في اجتماعه مع اللاعبين قال إن الدوري العام خلاص على المشارف الانتهاء وبالتالي كل المباريات هي مباريات صعبة كل المباريات هي مباريات قوية جدا كابتن سيد كان بيحث الفريق على بذل أقصى جهد خلال المباراة أسوان بتلعب أسوان على رغم من هو مهدد وبالتالي مهدد بالهبوط يعني وبالتالي أسوان مباراة صعبة جدا 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 كل الفرق اللي مهددة بالهبوط الحقيقة دايما بتبقى مبارياتها صعبة جدا لأنه في النهاية بيلعب النادي الأهلي فعايز يقفل وبيرعب على الهجمة المرتدة ودي بتبقى أصعب حاجة على النادي الأهلي وبالتالي كابتن سيد عبد الحفيز شدد على إن الفترة اللي جاية فترة صعبة وكل المبارياتها صعبة هتلعب أي فريق من الفرق المهددة بالهبوط أو حتى الفرق الأخرى وبالتالي هي مباريات صعبة جدا جدا وده كان نص اجتماع أو يعني ما قالوا كابتن سيد عبد الحفيز مع اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة وحاجة جميلة جدا إن انت تشوف مدير الكرة في النادي الأهلي بيحاول إن هو يشد لعبته يشدهم دي بمعنى الكرة يعني يخليهم يركزوا أكتر في المباراة القادمة خصوصا بعد انتهاء مباراة الإنتاج الحبي وفوز النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدفين كالعادة مسيماني وحاضر اللاعبين بالفيديو استعدادا لمباراة أسوان الخبر ده كل مرة بنقول ولكن الخبر دايما بتبقى تفاصيله مختلفة النهاردة حيلعب أسوان وبالتالي فيديو لعبين اتفرجوا على فريق أسوان على أهم نقاط الضعف وأهم نقاط القوة الموجودة في فريق أسوان لأنه زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي بيدور على ثلاثة نقاط ما بيدورش على شيء تالي تعادل لقدر الله زيه زي الهزيمة ولكن نادي الأهلي بينظر فقط إلى الثلاثة نقاط المحاضرة الحقيقة قبل المباراة قبل انطلاق قمران النادي الأهلي كانت لمدة 60 دقيقة وزي ما قلت لحضراتكم برضو رجع لمباراة الانتاج الحربي وقال أهم نقاط القوة اللي احنا عملناها في مباراة الانتاج الحربي وأهم نقاط الضعف علشان أهم نقاط الضعف اللي موجودة نقدر نتلافها في مباراة أسوان القادمة آخر خبر معايا الحقيقة وهو خبر هو ده دور النادي الأهلي التعليمي والاجتماعي الحقيقة حاجة محترمة جدا جدا مجلس إدارة النادي الأهلي بقادة كابتن محمود الخطيب ودكتور محمد صراج الدين الحقيقة كان لهم دور كبير جدا جدا في الخبر اللي أنا حقوله لحضراتكم فتح باب التقديم لبرنامج شهادة الأهلي الرياضية بالتعاون مع مين بقى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم مشروع رائع جدا بتعاون النادي الأهلي مع الجامعة الأمريكية لشهادة الأهلي الرياضية والكل بيبحث الحقيقة مؤسسة كبيرة زي مؤسسة النادي الأهلي والشكل العام اللي بيعمله النادي الاهلي من الناحية الاجتماعية والتعليمية زي ما حضراتكم شايفين ده دور النادي الاهلي ودور مجلس ادارة النادي الاهلي الحقيقة ادارة النادي الاهلي اعلنت فتح باب التقديم للاشتراك في بنامج شهادة الاهلي الرياضية بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة وذلك في اطار المشروع التعليم المشترك بين الجانبين الذي يأتي ضمن الدور المجتمعي النادي وقناعات مجلس ادارة الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب باهمية التعليم ودوره المؤثر